سبارك سيفن برو من شركة تيكنو هذا الجهاز واحد من الاجهزة تقدر تقول اقتصادية لكن معالج والمواصفات بيه المتوسطة او تفوق المتوسطة والسعر المناسبة جدا موجود سلام عليكم شباب وياكم مرتضى جريحاوي هذا الجهاز مقدم من الشركة العالمية الهوتف النقار من تيكنو واني احيي شركة تيكنو على هذا الموضوع شوف انت لو تجي تباوع المواصفات تباوع لي على مواصفات الجهاز اللي بسعره شو انتشبه من المواصفات اللي يروح تشتريب اغلى من هذا الجهاز يجينا بشاشة مقاس 6.6 HD Plus مقليلة دقة نعم لكن عندك الشاشة كاملة فقط انثقه بالكاميرا الامامية بوحدة من زوايا الجهاز اكو لحية اسفل الجهاز لكن بنتجه هذا الجهاز يطيك تجربة جهاز بشاشة كاملة هاي وحدة اشياله ثاني انه هالي الشاشة تدعم لك 90 هيرتز هذا اكثر شي جاي يطلبون المستخدمين يعني من اشتري جهاز باسعار تقريبا 200 دولار او اقل من 200 دولار اتمنى ان يكون مدين 90 هيرتز وال120 هيرتز فهذا الجهاز واحد من الاجهزة اللي يدعم لك هاي الخاصية اللي ممكن راح تفيدك بالمستقبل اذا نزلتها للعبة بوب جي او بالتحديثات الجديدة للعبة بوب جي وخاصة بلمس الشاشة فهذا راح يكون عندك سرعة ممتازة بالنسبة للجهاز اي بي اس ال سي دي يعني ما راح يجيك بشاشة من نوع اولد مع معدل بكسلات هو الميتين وستة وستين بكسل بالانش الواحد طبعا هذا الجهاز يجيك بوزن مية واربعة وستين غرام يعني وزنه مو كلش ثقيل لكن هو نوعا ما اكو سمك بالحافة اذا تجي التصميمة انا حقيقة هاي التصاميم تشبه موجودة لكن كتصميم هذا غير موجود هذا التصميم يجيك تشطيبة كاميرات بشكل طولية واصلك الى نصف الجهاز يعني ينطيك نوعا ما نوعا من الفخامة يرفع حماسك لشراء هذا الجهاز ليش؟ لان هذا الجهاز من تباوع لانه هذا الجهاز مو جهاز اقتصادي ولا جهاز متوسط يعتبر انه واحد من الاجهزة الفخمة اللي الشركة محسنت لك المظهر ونوعا ما المصنعية مصنعيته مع ما انه اكو بي نعومة لكن بالنتيجة الجهاز مسيطر عليه بالمسكة اليد فمسكة مريحة جدا مع ما الجهاز رح يكون بشكل طولي جهاز يجيك بتشطيبة كاميرات ثلاثية مع الافلاش المزدوج والشركة مخلية واحدة من الاعلانات الترغيبية لهذا الجهاز انه هذا الجهاز سوبر نايت مود يعني هذا الجهاز يطيك صور حلوة بالوضع الليلي فهذا الشي جدا ممتاز بالنسبة للكاميرات الخلفية حتى من جربتها انطاني بالوضع الاعتيادي انطاني صور حلوة مع الفيديو اللي استخدمته بالنسبة لهذا الجهاز الكاميرا الامامية رح تكون 8 ميجي بيكسل نعم هي الكاميرا ما محسنت لك يا محطت لك كاميرا قوي الكاميرا الامامية 8 ميجي بيكسل تطيك صور حلوة الكاميرا الخلفية 48 ميكي بيكسل وبيها فلاش جدا قوي راح ينطيك واحدة من الصور الحلوة ليش لان الاضاءة راح تكون قوية عند التقاط الصور حتى عند التقاط الفيديو فهو هذا الشي اللي اكثر الشركات تعاني من عنده فياريت انه اغلب الشركات تعتني بالافلاش هل راح يحل الموضوع لا عندك الذكاء الاصطناعي عندك المعالج النظام بالنسبة للجهاز سوفتور بالنسبة هاي كلها تتحكم بانه شو راح تختار لك الصورة كذلك العدسة المأخوذة من اي شركة ودقة العدسة فتحت العدسة كلها يتتحكم بانه شو راح تطلع لك الصور و راح تطلع لك الفيديو بان تلتقط بجهاز متوسط او جهاز تقدر تقول اقتصادي هذا الجهاز يقدم لك واحدة من الصور الحلوة مع السعر اللي راح تدفعت فينا بنظام الاندرويد داعش وواجهة تيكنو الهاي او اس 7.7 هاي الواجهة ما اني اكثر الناس جاي تشك من هاي الواجهة تقول هاي الواجهة مو حلوة انا اتمنى من شركة تيكنو واتمنى من شركة انفينيكس انه الواجهة نوعا ما يغيرونها يعني تغيير الواجهة ما اشوفه شي صعب على شركة اللي كسبه هواي مستخدمين انه هاي الواجهة ما يرتاحوا ولحقيقة يكره الجهاز او ما يحب الجهاز من ورا الواجهة اتمنى انه يغيرون الواجهة عما يصير واحد من افضل المقبوليات بالنسبة هاي الواجهة الجهاز واجهته اللي تكون بالطولية تذكرنا باجهة نوكيا بالسابق ما يرغبوا الواجهة نتمنى انه تغير بالمستقبل هذا الجهاز يجينا معالج من ميدياتك هو جي 80 هذا المعالج موجود على هواي اجهزة تعبر المائتين دولار من شركات راقية وبراندات ممتازة لكن من الهدي جهاز اجي واحد من الاجهزة اللي يقدم لك هذا المعالج رح ينطيك اداء جيد نوعا ما لاني جي 80 موجود على هواي اجهزة موجودة حاليا عندنا بالسوق الرام هنا ما خليتلك بهذا النسخة اللي عندي هي اربعة قيقة مع المية واثموني عشر يعني جهاز بذكرة مية واثموني عشرين وسعر ممتاز وتسعين هرتز فينطيك الاداء اللي تحتاجه انت مع السعر اللي تدفعه نوعا ما زيان هذا الجهاز يجي كبطارية خمسة الاف مليا امبير الخمسة الاف مليا امبير ما كو عندنا اي دليل بانه هاي لها البطارية انه تدعم الشحن السريع اتوقع انه تدعم الشحن العشرة واط فهذا الشحن العادي لكن بالنتيجة الشركة ما خليتلك مايكرو ما خليتلك يو اس بي تاي سي خليتلك مايكرو يعني تقدر تقول الشاحنة القديمة او منفذ الشحن القديم مع منفذ السماعات منفذ السماعات 3.5 والسماعات الخارجية الصوت بي جدا عادي ما بي مشاكل واحد من الاجهزة اللي قدمتها شركة تيكنو وعدنا وكالة رسمية عدنا بالعراق يعني هذا الجهاز مايهتم انه تاخذ وكالة رسمية اي شي خلال يصير فيه تقدر ترجع الجهاز او يقدرون يصلحوا لك ايا تصليح كامل اكسسواراته موجودة لكن ما منتشرف اغلب المحلات تقدر تطلبه من الشركة العالمة توفر عندهم مسعارهم مناسبة وعدهم توصيل الباب البيت نهاية الفيديو اتمنى اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك بالقناة وياكم مرتضة جريحاوي وفي امان الى